لا غرابة أن تكون مواقف الأمم المتحدة مما يحدث في العراق مشبوهة ومنحازة عن الحقيقة وبصف الجلاد للضحية طالما أن جينين بلاس خارت هي ممثلة لهذه الأمم فبعد انتكاسات كبيرة في مواقفها بدأ من ابتعادها عن جوهر ثورة تشرين تجتمع حديثا مع زعيم هيئة ميليشيا الحشد فاحل فياض لتبحث معه أزمات العراق بدلا من إدانته باعتبار ميليشياته هي المسبب الرئيس لهذه الأزمات وتحمل وزر دماء الأبرياء الذين سقطوا في ثورة تشرين اجتماع بلاس خارت مع الفياض جاء بعد عدة أيام من انفجار عبوة الناسفة على سيارة للمنظمة الصحة العالمية على طريق أربيل الموصل وأدت إلى إصابة موظفة عراقية الجنسية واحتراق أجزاء من السيارة التي كانت تقلها ليس هذا الحادث هو الذي يثير استهجان العراقيين من اجتماع بلاس خارت مع الفياض فحسب بل التهديدات التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة بحرق عجلاتها من ميليشيا تطلق على نفسها سرايا أولياء الدم كيف سيعول العراقيون على الموقف الدولي من قضيتهم العادلة والممثلة الأممية تستقي معلوماتها وتقدم إحاطاتها بناء على مواقف العملية السياسية وآراء أقطابها ومن الوارد أيضا أن يقيم الوضع العراقي دوليا بطريقة مشوهة مأخوذة من إملاءات الفياض ومن شابهه في تزوير الحقائق يذهب مراقبون أبعد من ذلك ويرون أن تعيين بلاس خارت ممثلة أممية في العراق هو جريمة بحد ذاتها فهي التي كانت وزيرة دفاع لهولندا عندما كانت القوات الهولندية تشارك التحالف الدولي في العمليات العسكرية في العراق وفي عهدها أقر التحالف أن الطائرات الهولندية قتلت مدنينا أبرياء في قضاء الحويجة في محافظة التأميم فلم يكفي بلاس خارت أن كانت سابقا شريكة في الجريمة حتى أصبحت اليوم شاهد زور يظهر علانية حيازه الكامل إلى المسؤولين عن نكبة العراق الحديث